هو فعلا هو الناس لي حق تقول ازاي الفيلم كده حتى قد ايه تعمل الفيلم ده فيلم كبير ده جزئين الرحيل والعودة اه وفيلمين بس بيردوا على بعض بيكملوا بعض سنة 2001 جاء أمبير بارزول اللي هو المنتج الفرنسيوي ويقال لي أرتي عايزينك تعمل أرتي محطة تلفزيون الفرنسية عايزينك تعمل فيلم عن الفلسطينيين فأنا رد فعلي الأولاني كان لأ لأ ليه لأ عشان ليه طالبين من واحد مصري انه يعمل فيلم عن الفلسطيني عايزين حدوتة الوادي الأمور الفلسطيني اللي بيحب البنت الأمورة الإسرائيلية ويعيشوا في التبات والنبات ويلتقوا في حقل الزيتون ويلتقوا في روميو أو شديات وانا ما عرفش ايه يبني لأ اهدى مش عارف قلت له اوكي شرط رواية إلياس هولي وهكلم إلياس ده شرطي اه عايزة عامل ده لو في فيلم عايزة عامله عن فلسطيني من ساعة معرتها من سنة 1998 وكان نفسي جدا عاملها يعني لأنها حاملة زي ألف ليلا وليلا حواديد جوا حواديد زي الموضوع يهمني ويهمنا كله زائد مؤثر جدا زائد الرواية عظيمة يعني إنها ما حدش عايز يعملها يعني مفيش ولا منتج عربي ولا منتج أجنبي حيقولك تعالى نعمل فيلم مين اللي يخد المغامرة ومين اللي مستعد يقف قدام الصهيونية العالمية بفيلم زي ده الإدارة بتاعة RT وقتها عايزين وقالوا أوكي على الرواية برافو فابتدينا نشتغل ألفين واحد في آخر ألفين واحد على السيناريو إلياس خوري ومحمد سويد وأنا في بيروت ستة أشهر كتبنا السيناريو وكنت بطبخ كتير يعني نعود نتناقش ولازم نأكل يعني كان تخنة كلنا وقتها وكتبنا السيناريو وإلياس كان عنده حاجة عظيمة إنه هو كتب الرواية فهو عندهش حاجة يثبتها يعني مش محتاج إنه يثبت إنه قديب عظيم لإنه أثبتها قرتي فعلا فكان التحدي إنه إزاي نعمل فيلم حلو والسينما ليها قواعد تانية خالص غير الأدب يعني الأدب بيخليك يعني ده في مساحة للخيال من خلال الكلمة المقرية إنه يقولك أنا تخيلت فلان شكله كده وتخيلت الموقف الفلاني يحصل كده التحدي الكبير في السينما إزاي ليها الميكانيزم بتاع الخيال مختلف إن أنا أقدر أخليك تتخيل مش كل حاجة بتشوفها هي 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 اللي بتبقى جوه دماغك لا في حتة برّة اللي انت شايفه تتخيل بس السورة دي بتديه لك فإزاي تقدر توصل المشهد إزاي يديه لك فكتبنا السيناريو ابتدنا تحضير سنة 2002 وعلى مدى أخد وقت تحضير أخد سنة تقريبا تحضير ما بين إن إحنا نلاقي أماكن التصوير ما بين إن الدكورات الدكورية تبني يعني كل قرية بتاعة عين إزاتون دي تبانت بحق أو حقيقي في في سوريا في غيط ويعني كل ما هو فلسطين يتصور في سوريا وكل ما هو مخيمات يتصور في لبنان وبعدين التصوير كان على مدى سنة 22 أسبوع مش وراء بعض يعني في جزء لأن أماكن تصوير كتيرة جدا فبنتنقل كتير زائد إن في فصول مختلفة يعني كان مهم جدا إن يبقى في شتاء وصيف ومطر وشمس والحاجات دي كلها فإنت ده حاجات لازم تتعامل فتعاملت وبعدين البوست بودكشن اللي هي المونتاج والصوت والحاجات دي كلها تتعامل في باريس بارالل للفيلم بالفيلم يعني كل جزء سوريا روحت باريس خلصنا المونتاج كان معظم الجزء الأول وبعدين خلص الفيلم مرة ده راح كان وكل ده مش في حساباتك لا طبعا مش في حساباتي يعني الفيلم كان في حساباتي الفيلم في حساباتك ده كان إن الفيلم هلاقيه كان الفيلم هلاقيه الناس بتتكلم عنه الناس عايزة تناقشه الناس بتكتبه كان فيه رد فعل عنيف جدا طبعا يعني الصحافة كانت هايلة إنما كان مفروض يتعرض في حوالي 15 قاعة عرض في باريس وجدت رسائل من الكريف اللي هي المنظمة صحيونية في فرنسا بتطلب بنبرة مش لطيفة يعني بتطلب من المديرين بتاع القاعات إنه ما يعرضوش الفيلم ما تعرضوش الفيلم فتعرض في الآخر في قاعة واحدة بس قاعد ستة شهر يعني ده ال و رئيس أرتي جيروم كليمان قاعد ستة شهر يعني الناس بتروح اه طبعا اه وجيروم كليمان اللي هو رئيس أرتي وجوه أرتي قامت القيامة مطالبة بإقالته اه لأنه وافق على ده اه لأنه وافق إزاي وافق على ده ومنع عرضو في المعنى أرتي بس اتعرض يعني المهم يعني ما كانش ما كانش سموذ أم الفين الديمقراطية الغربية والعالم الحر يه ما تستخلش كل فرصة عشان وحنا عارفين ايه hàng ها الديمقراطية هي ببساطة شديدة ببساطة شديدة إذا انت مش بجح كفاية همم ومش موهوب كفاية ها ومش متحر كفاية ها ومش متحدر كفاية بحيث انك انت تقدر تفرض ها فنك ها و وحياتك ليه عايزهم يعترفوا بيك